لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رؤيا جديدة نقوم اليوم بتأويلها إن شاء الله يقول الرائي وهو الأخ أكرم يقول قال أخي الكبير بالتكلم مع شخص على أنه المهدي وقال له لا أجد الطعام فقال له هذا الشخص سيرزقني ربي وبالفعل بعد ذكره لله تعالى زهرت فجأة في يديه حبة طمرة فأكلها ثم زكر الله مرة أخرى فظهرت حبة أخرى وأكلها فقلت أنا وأخي الصغير سبحان الله كل العلامات تشير بأنه هو المهدي فأخونا الكبير قال لنا هذا هو المهدي وأنا وأخي الصغير أصبحنا مصدومين بحيث قلنا هل هو حقا المهدي وفجأة ظهر عدو يشبه الوحوش ففزعنا وإذا بالمهدي يضربه ضربة سقط مقتولا ثم ظهر عدوا آخر وكرر معه نفسا الذي فعله بالعدو السابق أي قتله ثم قال لنا المهدي سننتصر بإذن الله تأويل هذه الرؤيا قلت الطعام في الرؤيا رمز لأن البركة محقت في هذه الأيام والطعام الطمر في هذه الرؤيا هو رمز لمكانة عالية وسلطان بإذن الله للمهدي عليه السلام وأكل الطمر في الرؤيا رمز لعودة البركة والرزق الوفير أيام المهدي عليه السلام ورؤية الأخ وأخوه الصغير على حد قولهم مصدومين وأنه هو المهدي رمز إلى أن ظهور المهدي سيتفاجأ الكثير بظهور المهدي عندما يظهر من حيث لا يتوقعون والعدو الذي يشبه الوحش هو حاكم يخاف أن يفقد منصبه سوف يحارب المهدي ويمكن الله للمهدي من هذا الحاكم وكذلك الوحش الآخر وقول المهدي سننتصر هي بشارة بقرب النصر بإذن الله بظهور المهدي عليه السلام هذه الرؤيا يعني رؤيا مبشرة في ليلة العيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بظهور الإمام المهدي بارك الله فيكم ونلتقي غدا بإذن الله مع رؤيا جديدة اشتركوا في القناة